سوق سوداء ووقود ملوث وأسعار مضاعفة عن سعرها العالمي جرائم اقتصادية حوثية تقسم ظهر المواطن توسع الفساد النفطي وضرب السكان في أشد حاجاتهم حيث تشهد العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الانقلاب أزمة حادة في الوقود والغاز لكن ما تقوله المعلومات القادمة من ميناء الحديدة تنفي وجود أزمة أو حصار فهذا الجدول الذي يوضح حركة الملاحة في ميناء الحديدة يوم الاثنين الخامس من مارس الفين وثمانية عشر يكشف عن وجود ثلاثة عشرة ناقلة للبتريل والديزل موجودة في رصيف ميناء الحديدة وفي انتظار رسوئي على الرصيف شحنات تتبع شركة إنجاز والبكاري والعالمية والشرق الأوسط فيما يغب اسم شركة النفط اليمنية التي تم تعطيل نشاطها لصالح تجار السوق السوداء هذا بالنسبة للوقود ولليوم الواحد ناهيك عن عشرة السفن وآلف الأطنان الملوقود والغذاء الأدوية تصل عبر ميناء الحديدة لكنها تذهب إلى سوق تحكمها قبضة الميليشيا نعود بذاكرتنا قليلا إلى أيام الجرعة وأيام بداية الثورة في شهر شوال تحدث السيد عبد الملك قائد الثورة حفظه الله بأننا سنقف مع المواطن سنقف إلى جانب المواطن الدبة البترول التي تباع للشعب اليمني أغلى بكثير جدا عن السعر الدولي يتحكم الحوثيون بملف النفط في مناطق سيطرتهم فمنذ صدور قرار التعويم عملة الميليشيا على مصادرة حسابات تجار النفط وشحنات الوقود التي استوردوها بعد تجميد نشاط شركة النفط اليمنية الحكومية لتحل محلها عدد من الشركات المملكة لقيادات حوثية ترتبط مباشرة بزعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي يقول مختصون في المشتقات إذا كان سعر الوقود سبعة دولارات للجالون سعة عشرين لترا بحسب سعرها العالمي فإن ميليشيا الحوثي تبعها بخمسة عشر دولارا أي بضعف القيمة وبما أن معدل استهلاك السوق المحلية في اليوم الواحد أربعمائة وثمانين ألف جالون بوترول في اليوم من المشتقات النفطية فإنما تجنيه الميليشيا يوميا بعملية حسابية بسيطة يتجاوز ثلاثة ملايين دولار لكن ما هو أدهى من ذلك النصيب الأكبر من الوقود الذي يصل إلى اليمن يأتي على هيئة دعم إيرانيا للمجهود الحربي وهو وقود منخفض الأكتين وهذا النوع يعد أسوأ أنواع الجودة للبنزيم في العالم ولم يعد يستخدم إلا نادرا للمحركات الكبيرة كالسفن والمصانع كما تشير الوثائق غير أن اليمن باتت أسواقها ساحة مفتوحة لمثل هذه المواد الملوثة في لوينة الأخيرة ارتفعت الأصوات التي تندد بدخول ديزا الملوث إلى السوق المحلية ورغم رفض فرع شركة النفط في الحديدة السماحة بدخولها إلا أن سلطة الميليشيا صاحبة الكلمة الفصل والأخيرة